موسيقى حلقتنا بتتبع مع ايت سمارت هاي نتالي صباح الخير مرسي وانت كمان نتالي اليوم رح نحكي عن الجزر وعن فويده دايما يعني نعرف انه قدي الجزر مفيد وقدي كمان خفيف بنفس الوقت بالنسبة للسعرات الحرارية صح واهمية انه كبار وصغر ناكل الجزر صح بلش موسم زبنا نحكي بالمواسم هلأ عادة موسم الجزر صحيح نحن الجزر متواجد كل السنة عنا بس اذا بدنا نحكي عن مضبوط هلأ بيبلش الجزر يعني الهارفست طبع الجزر هلأ وقت اللي نحكي عن الجزر بدي اسألك الجزر بأول نظر اذا واحد بيأكل جزر كتير بأول نظر ولا ما قالوا عليها هلأ هاي دي الجملة او هالمثل او ما بعرف ما انه كتير صحيح لانه الاشخاص هاللي بيقوى نظرهم وقت اللي بيأكلوا جزر هنه اشخاص عندهم نقص بالفيتامين ا واشخاص ما عندهم نقص بالفيتامين ا الجزر استهلاك الجزر مش رح يأثر على الفيزيون تبعون هيدا ما بيعني انه او هوني عم نحكي عن مشكلة معينة اللي هي خف النظر بالليل يعني فيه اشخاص يمكن وقت اللي بيكون عندهم نقص بالفيتامين ا وقت اللي بيتعرضوا للعتمة ما بيقدروا يعملوا ادابتاسيون بالنيت فيجن طبعيتهم وهولي الاشخاص هاللي ما بيقدروا يعملوا هالأدابتاسيون هنه اشخاص معظم الوقت عندهم نقص بالفيتامين ا هلأ هالمشكلة هاي مانا كتير موجودة عند الناس بس وقت اللي بيصير فيه نقص بالامنة الغذائية ممكن ان هالمشكلة ترجع تبين ترجع تظهر مشان هيك كانوا يقولوا بوقت العالمية الحرب العالمية الاولى انه الجزر بيأول نظر لانه كان فيه مشكلة سوق تغذية وكان فيه نقص بهالفيتامين ا وقت اللي انه صاروا يأكلوا جزر بانتزام هيدا ساعدهم انه يتخطوا هالمشكلة لضعف النظر خلال الليل شخص ما عنده مشكلة نقص بالفيتامين ا ما رح هيدا يأثر على الفيزيون نايت فيجين تبعيته هلا بار كونتر الفيتامين ا وبقيت انواع الكاروتينويد اللي موجودين بالجزر دراسات فرجت انه بيساعدوا لمكافحة شيخوخة العين منسميها ماكلر دي جانيريشن اللي علاقة بالعمر وهيدي بتأثر على فقدين النظر عند الاشخاص المسنين هلا هالانواع من الكاروتينويد اللي موجودين بالجزر الجزر فيه نسبة كتير عالية من هالكاروتينويد وبيساعدوا انه يحسنوا او بالاحرى يأخروا هالنوع من دي جانيريشن بالعين دونك مش كتير غلط انه الجزر بأول نظر لغير اسباب وخاصة وقت اللي نحكي عن المسنين هلا شو فويد الجزر وشو اهميته وقت اللي نحكي عن استهلاك الجزر اول شغلة بيفكروا فيها الاشخاص اللي عندهم سكري انه فيه كتير سكر ودونك هيدا من انواع الخضرة اللي ما لازم نتنوالها لانه فيه نسبة سكر عالية هالمعلومة منها كتير صحيحة هلأ صحيح انه الجزر بيحتوي على نسبة كاربوهايدريت او نشويات او نشويات اذا فينا نقول اكتر من غير انواع من الخضرة يعني وقت اللي نحكي عن 100 جرام من البنادورة فيه عندنا تقريبا 5 جرامات من الكاربوهايدريت بينما 100 جرام من الجزر فيه 10 جرامات من الكاربوهايدريت هيدا مضبوط هالشي بس هيدا ما بيعني انه الجزر فيه نسبة نشويات عالية لك ما لازم نخاف من الجزر اذا نحنا كنا اشخاص عنا سكري كتير مهم انه نقدر نحسب قدي الكمية اللي عم ناخدها يعني تقريبا جزرة وحدة بتعطينا تقريبا هالمعدل من الكاربوهايدريت تمنى 15 جرام واكتر من هيك مثل مثلا وقت اللي نحكي عن الرز او عن البطاطا منى نفس الشي بس بتدل شوي اكتر من مثلا غير انواع من الخضار مثل البنادورة والخس والخيار دونك هيدا لنسبة الكاربوهايدريت اذا بنا ننتقل هلأ للأليف الجزر هو من الخضرة الغنية بالأليف يعني اشخاص بدون يكافحوا الامساك ننصحوا نيكلوا جزر ني لانه الجزر هو من اهم مصادر الأليف بس كمان وقت اللي شخص عنده اسهيل الخضرة اللي ممكن انه نتناولها هي الجزر ولكن المسلوق لانه ممكن انه يصير في بعض التغيرات ونوعية الأليف اللي موجودة فيها ما بتأثر على الاسهيل يعني ما بتخليها الجهاز الهضمي يشتغل بشكل كتير مكسف وبالتالي كمان الجزر بردون من الاشياء اللي فينا يعني كلها وقت اللي يكون فيه اسهيل بس من ضل منرجع منقول انه الجزر غني بالأليف يعني بالعكس للامساك كمان استهليك الجزر الني هو من الاشياء المفيدة كمان لها المشكلة الجزر كمان بيحتوي على فيتامين كا الفيتامين كا هو من الفيتامينات اللي نحنا بحاجة إلى كرميلتا نأمن بروتيين معينة بتساعد على الكواجوليشن يعني على يصير الدم يعني يلحم إذا فينا نقول الجزر استهليك الجزر بيعطينا إذا بنا نحكي عن حصة الجزر بيعطينا تقريبا 10% من احتياجاتنا اليومية بالفيتامين كا وحكمينا العصير ممكن انه يا لح لا مبار رح تطلعنا صورة العصير كمان نعم تعطلنا كل مراحل الجزر إلا ميغسي لما بالعزبناها معنا اليوم العصير الجزر بيحتوي على كميات بعد كتير أعلى من هالأنواع من الفيتامينات وقت اللي نحكي عن فيتامين كا وفيتامين آ ناتالي دايما بتفضلي أن الفويكي نتناولها مش بشكل عصير لأنه بيكون السكر كتير عالي بس كأنه الجزر يعني محبز أكتر كمان من غيره كمانها ذات الشي نفس القاعدة صح صح لأنه وقت اللي بنا نشرب عصير جزر كم جزرة عم نحط بس معدل السكر كتير عالي فيها المعدل السكر بيضال أعلى من معدل السكر الموجود بالجزر الوقت اللي ناكله هيدا بيتطبق على الخضرة وعالفويكي مش بس عالفويكي نحنا وقت اللي نقول ناكل فيتاميناتنا مش نشربها هيدا شغلة كتير مهمة لأنه وقت اللي نشرب كباية عصير هلأ جزرة واحدة ما رح تعمل كباية بدنا أكتر من أربع خمس جزرة نقدر نوصل لهالعصير الطيب أنا رح رقي حل معيك إذا عصرنا كمية قليلة من الجزر وزدنا عليها ماء مش غلط لا أكيد لا هيدا طريقة نخفف من نسبة الكالوريز إنه في ناس تسترز يمكن بعصير الجزر وما بدها تكتر سعورات حرارية أنا رح أعطيك غير غير بوستيبليتي واحد إذا في جاء عباله يشرب كباية عصير جزر يشربها وينتبه خلال النهار على بقية الكاربوهايدريتس اللي عم يخدها دون خليه نبسط بالكباية العصير الجزر مثل ما هي ولا يزد له ماء ولا يغير له طعمتها لأنه بالنهية هيدا شغلة بيقدر يعدلها ببقية أنواع الكاربوهايدريتس خلال النهار فيه يمكن يشيل حصة فويكة ما يعود ياخد حصة فويكة لاحيان هيك بيكون أخذ الجزر لأنه ما ننسى مثل ما كنت عم بقول بالأول حصة الجزر فيها نسبة كاربوهايدريتس أكتر من بقية أنواع من الخضار يعني عصير البنادورة فيه كالوريز أقل يعني فينا ناخد كمية أكتر من عصير البنادورة وقت اللي نحكي عن الكاربوهايدريتس عصير الجزر وعصير البنادورة كثير طيب عصير البنادورة بكرة رح ضوءك بده شوية هيك بتعرفي كمان مش معودين عليه برا بأميركا بيشربوه مثل المي يعني قد منه محبوب فويده عالية عصير البنادورة فويده كثير مهمة عصير البنادورة في ليكوبان نسبة عالية أعلى من أكيد الليكوبان اللي موجود بالبنادورة هي بحد زيتها ونعرف أنه الليكوبان مهم كتير لمكافحة كتير من الأمراض منها سرطان البروستات وغير أنواع من المشاكل الصحية لدراسات فرجت أنه هالميت ديهاي الموجودة برب البنادورة وعصير البنادورة وبالكاتشوب كمان مارسي مابيل فيه نسبة أعلى من هالميت ديهاي وبهالطريقة هاي نكون عم ناخد كمية كمان من الأنتي أكسيدان المفيدة هلأ بنا نظلنا ننتبه على الدي عم ناخد كاربوهايدريت خاصة عند الأشخاص اللي عندهم سكري مش يمتنعوا ولكن يعرفوا يعملوا حسابات كيف شو الكمية اللي هنه ممكن أنه يخدوها حسب حالتهم الصحية نحنا منا معوادين على عصير الخضرة مشاك أدي مفيد وأدي ممكن يطرح أدامنا هيك احتمالات جديدة بالنسبة للعصير وأدي مثلا فيه يكون مقبولا معوادين أكثر على طعمات الفواكة بالعصير مش على طعمات الخضار صح أهم شيء ما نرتوي بالعصير إن كان خضرة أو فواكة هيدا نقطة كتير أساسية لأنه بالنهاية لازم نتعود على المي كتعم نوتر تنروي حالنا لأنه وقت اللي منلتجي للمشروبات حتى عصير الخضرة فيه نكهات غير مختلفة عن عصير الفواكة صحيح فيه فيتامينات بس بضل فوايد الفواكة والخضرة هي بحد زيتها أفضل وقت اللي نكلها مع الأليف اللي فيها مع كل البولب طبعولها مختلفة أكيد ومنكون عم ناخد هيك كمان نسبة سعرات حرارية أقل هلأ التعمة النكهة للأشخاص اللي مش معوادين على نكهات عصير الخضرة هيده ممكن أنه تكون طريقة عود حالنا والولاد يمكن كمان على هالطعمات اللي نحن مش معوادين عليها هلأ عصير الخيار ما بعرف أديه طيب بس ممكن أنه يكون يمكن طريقة عود الولاد خاصة على نكهات الخضرة عادة ما بيحبوها ممكن أنه العصير يكون من طرق تنساعدهم يتقبلوا الخضار بشكل أفضل هيده ممكن أنه تكون طريقة نرجع للجزر ما بعرف أدي بعض عنا وقت نحكي عن إذا في ريسك أنه ناخد كتير جزر يعني الجزر عادة ما بعرف إذا مجرب بتاكل كتير جزر على فترة طويلة وبتلاحظ أنه الإيد من جوا بتصير لونة أورانج بتتلون بيصير فيه بيتا كاروتان تحت الجلدة دائما بيحكونا عن قصة الكاروتان وأنه الناس تتحضر لموسم البحر تتأخذ لون أسرع قدام مزبوطة الخبرية هلأ البتا هي وقت اللي بيصير أنه بيصير فيه هالبيجمانتاسيون أورانج على تحت الجلدة هلأ هيدا شي ونكون وصلنا لمرحلة عالية من كمية هالبيتا كاروتان تحت الجلدة هيدا بيساعد أنه الجلدة تعمل من نوع من بروتكسيون ضد الشمس بس هيدا ما بيعني أنه عم نحميها من الترافايلت لايتس اللي ممكن يأزوها هنه بيكونوا عم بيفتشوا على اللون هنه عم بيفتشوا على اللون هل هالشي بيساعد؟ ما كتير بس بيضل فيه لأنه الفيتامين آ هي من الفيتامينات أو البيتا كاروتان هي من المواد اللي بتتحول لفيتامين آ وبتساعد كمادة انتي اكسيدان مفيد هالشي بس بنا ننتبه أنه ما نكتر كتير من استهلك هالأنواع من المأكلات هلأ مش غلط ومش توكسيك البيتا كاروتان أد إذا كنا عم ناخده من الأكل عم بشدد على هالنقطة هاي لأنه منوصل لكميات توكسيك وقت اللي نكون عم ناخدها من المكملات الغذائية وهون بدنا كتير ننتبه الفيتامين آ فيكون إذا كان كان مكمل غذائي ممكن نوصل لكميات تصير توكسيك للجسم تأذي كتير أعضاء من الجسم خاصة عند السيدات الحوامل بدنا ننتبه كتير من الفيتامين آ أنا أسبوع الماضي حكيت على هالفيتامين هاي بدنا ننتبه كمان إذا كنا أشخاص عم ناخد المدخنين لازم ما يكتره من الفيتامين آ لأنه هيدا بيزيد من ريسك كنسير البومون يعني الرئة بدنا ننتبه كمان إنه ما نكون عم ناخد غير مصادر لل للفيتامين آ وقت اللي بنحكي عن القصبة لأن القصبة هي غنية بالفيتامين آ الجزر حتى إذا كترنا منه فورم الفيتامين آ اللي بناخده هي بيتا كاروتين بتتحول بعدين بالجسم لفيتامين آ دونك قليل كتير تنوصل لتوكسيسيتي يعني كمية كتير عالية ممكن إنه تأذي الجسم من خلال الجزر وتناول الجزر بالعكس نحنا عم ناخد هالفيتامين تقريبا إذا بدنا نحسب إحتياجاتنا اليومية كوب من من الجزر بالنهار بيعطينا إحتياجاتنا أكتر من إحتياجاتنا اليومية تقريبا 200% من إحتياجاتنا اليومية بهالفيتامين هلأ مش ضروري نأكل كل يوم هالأنواع من الخضرة مثل الجزر مثل اللقطين هلأ موسم اللقطين قريبا بلش موسم اللقطين وغير أنواع من المصادر لهالفيتامين هاي الفيتامين آ ثلاث أربع مرات بالأسبوع هي كمية كافية إذا أخذنا كوب جزر أخذنا لقطين أخذنا غير أنواع من الخضرة والفويكة الغنية بهالمادة هاي ممكن أن نوصل لإحتياجاتنا اليومية بهالنوع من الفيتامين وما ننسى أنه نحنا منا بس بحاجة لهالمادة هاي نحنا بحاجة لكمان غير أنواع من الفيتامينات ضروري أنه ننوع ونكتر من استهلاك هالأنواع من الخضرة ما ننسى أنه كمان الفيتامين آتنا نمتصه أحسن حتى عم نحكي عن البتا كاروتين في مواد لازم تكون موجودة مع هالبتا كاروتين تنستفيد منها بشكل أفضل نحنا ما من نمتص مية بالمية من البتا كاروتين بالمأكلات تنمتصه أحسن لازم نحط لها زيت زيتون أو دهون معها كرميلتا نستفيد أكثر من هال مواد اللي موجودة اللي عم نحكي عنها اليوم اللي هي البرو فيتامين آ اللي موجودة بالجزر دونك الزيت مهم وقت اللي نحكي عن السلطة وقت اللي نحكي عن امتصاص هالأنواع من الفيتامينات اللي نحنا بحاجة إلى خاصة وقت اللي بنا نقوي مناعتنا بأول فصل الشتي شكرا كتير نتالية على كل هالمعلومات وموعدنا بتجدد معك أي مطا نقلرات بكرة بكرة خضرة جديدة كمان نحنا رح نتابع حلقتنا بعد شوية رح نكون مع قصة جديدة مع زميلنا أنتوني مرشا خليكم معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة